بالنسبة للتعاون بين المغرب والدولة فلسطين على وجه الخصوص اسمحوا لي أن أحيطكم علما بأنه منذ يناير 2015 في رمالله تم التوقيع مع معالي الوزير على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين البلدين بحيث تشمل المذكرة مواضيع متنوعة تهم تقنيات حصاد المياه الأمطار والفياضانات تقنيات تحلية مياه البحر والمياه الأجاجة دراسة مخاطر الفياضانات والجفاف والوقاية منها إعداد مخططات مائية وطنية وإقليمية استراتيجية لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها تطوير جوارب المؤسساتية والتنظيمية والحوكمة بنسبة لإدارة الموارد المائية وتعزيز الكفاءات في دولة فلسطين وبحكم الوضع الخطير والأزمة المياه الخطيرة التي تعيشها دولة فلسطين حاليا مع الوضع المقرق الذي نعرفه اليوم فجاءت الملك أعطات وجهته السامية لكي نقوم على العمل على تريع وتفعيل هذه الاتفاقية وتطويرها وكان لقاء لنا الأمس مع معالي الوزير الأخ مازن وقررنا جميعا على أن نعمل على تريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وإغنائها وتطويرها كذلك في المستقبل والعمل كذلك على أن نقوي ما هو مرتبط بالدعم التقني ولكن ليس فقط دعم التقني ولكن كذلك العمل على دعم الدولة الفلسطينية من أجل إنجاز مشاريعها استراتيجية لأننا نعتبر بأن الحق في الماء فهو من الحقوق الأساسية للحقوق الإنسان وبالتالي لا يمكننا إلا أن نكون بجانب السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق هذا الحق بنسبة لكل المواطنين الفلسطينيين